استعمال الرائحة للنساء لا يجوز شرعاً أن تبدل مرأة الروائحة والزينة الخاصة بها لرجال أجانب عنها لا يجوز شرعاً لأنه من إبداء الزينة يعني التي تتطيب بروائح طيبة ويشمها ويجد ريحها الرجال فإن هذه الرائحة تلفت نظر الرجال إليها ولو كانت متسترة ولو كانت بستر كامل لأن إذا صرت هذه الرائحة من المرأة إلى نفس الرجال فإنها تحرك فيهم شيئاً من الالتفات نحوها والله عز وجل حرم الخلخال لبس الخلخال الذي كانت تلبسه النساء في أرجلهن يلبس في خلخال يعني سلسة الدهب وكذا طوق يلبسونه في الرجل فوق الكعب مباشرة ولما تمشي يقعد يعني يصدر في صوت فالله عز وجل قال وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنْ يَا نِسَاءَ الْمُؤْمِنِينَ وَيَا بَنَاتَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ الآن ابتليت بناتنا بكشف ما فوق الكعبين يلبسنا السراويل ويكشفنا ما فوق الكعبين إظهار اللماء لمحاسن هذا الجسد وهذا الصنيع ليس من فراغ رأوه لم يتتخذ من اكتشفت هذه الموضة وهذه اللبسة لم تكن من فراغ لأنهم يعلمون أن المرأة جمالها كما ورد في الحديث شمي عوارضها وانظور عرقوبها قالوا العوارض الاهتمام بالإبطين وبرائحة الجسد وبرائحة الأسنان والفم هذه تدل على الاهتمام النظافة والعرقوب من أسفل فوق الكعبين يدل على جمال الجسد فكانت النساء تهتم بإخفاء هذه الأمور لا تكشف العرقوب فالآن ابتلي بعض النساء بكشف ما فوق الكعبين وابتلي الرجال بإصدال التوب تحت الكعبين وإصدال سروالة من مؤخرته ولا حول ولا قوة إلا بالله فانعكست الموازين والمقادير عندهم المرأة أقولها تراجي المرأة مأمورة بستر ما فوق الكعبين ما فوق الكعبين لا يحل بل حتى ظهر الرجل لما تكون هكذا في الصلاة ظهر الرجل هذا مأمورة بستره في الصلاة ولو دائما يسألنا النساء هل تلبس شخشير مثلا ولا تلبس جلباب طويل يغطي الظهر الرجل لما تكون رجلها هكذا تغطي هذا الظهر أما الأسفل هذا غير مأمورة بستره في الصلاة حتى ولو هي لما سجدت وبان منها شيء من تحت هذا لا يضر في الصلاة لكن هذه مأمورة بستر الظهر فما فوق الكعبين مأمورة بستره كذلك فما كانت تلبس النساء الخلخال فنهاهم الله عز وجل عن ذلك قال وَلَا يَضْرِبْنَا بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ بش ينتبهوا الناس يسمعوا وسوسة وصلصلة الخلخال فينتبهون إليها فنهاهم الله عز وجل عن ذلك فكيف بالرائحة التي تجذب أنظار الناس وتجذب شهوات الناس فلا يحل لمرأة كما قال عليه الصلاة والسلام من خرجت وهي متطيبة ومتعطرة فهي زانية فهي زانية لأنها تجذب أنظار الرجال والرجال يرمونها بأبصارهم والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن العين تزني وزناها النظر فما ينبغي للمرأة التي تخشى الله واليوم الآخر وتطلب الحياء والعفة أن تخرج متعطرة يجد ريحها الرجال